أنهت البرصة المصرية تعاملات اليوم آخر جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بدغوط مبيعات عربية وأجنبية وسط أحجام لتداول منخفضة هذا قد خسر رأس المال السوقي 5 مليارات و 200 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 740 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر EGX30 بما نسبته 37% ليغلق عند مستوى 11499 نقطة كذلك انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوى الأوزان النسبية بما نسبته 46% ليغلق عند مستوى 2130 نقطة وكذلك هبط مؤشر EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 47% ليغلق عند مستوى 3126 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيهًا و 64 قرشًا للشراء و 15 جنيهًا و 77 قرشًا للبيع وسجل اليورو 17 جنيهًا و 64 قرشًا للشراء و 17 جنيهًا و 79 قرشًا للبيع في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 21 جنيه و 14 كرش للشراء و 21 جنيه و 32 كرشاً للبيع بالنسبة للعملات العربية فقد سجل أبدرهم الإماراتي 4 جنيهات و 25 كرشاً للشراء و 4 جنيهات و 29 كرشاً للبيع وأخيراً سجل الريال السعودي 4 جنيهات و 17 كرشاً للشراء و 4 جنيهات و 20 كرشاً للبيع في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب عالمياً ارتفاعاً طفيفاً لتصل إلى 1845 دولار للأوقية أما على صعيد الذهب المحلي شهدت أسعار الذهب تذبذباً واضحاً مع استمرار في تغيرات في سعر ونصة الذهب عالمية في ظل ترقب لبيانات أمريكية بشان أسعار الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي وقد سجل عيار 18 690 جنيه ما بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 805 جنيهات للجرام في حين وصل عيار 24 إلى 920 جنيه للجرام وأخيراً الجنيه الذهب والذي وصلت قيمته إلى 6440 جنيه